تستضيف المملكة العربية السعودية أول بطولة عالمية للغولف في الحادي والعشرين من شهر يناير المقبل وعلى مدار أربعة أيام وفق ما أعلن ياسر بن عثمان أرميان رئيس والاتحاد السعودي للغولف نتعرف إلى تفاصيل الحدث مع مراسلنا عماد فؤاد من ملاعب الغولف في جدة أعلن الاتحاد السعودي للغولف في مؤتمر صحفي عقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة عن استضافة المملكة لأول بطولة عالمية لمحترفي الغولف بمشاركة أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 31 شهر يناير حتى الثالث من شهر فبراير عام 2019 على النادي رويل جرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بنية تحتية للغولف السعودية تعتبر جدا بسيطة يعني عندنا الملعب الموجود هنا رويل جرينز جدا ممتاز في المنطقة الغربية ما في عندنا الا الملعب هذا وملعب ثاني حوالي تسعة هولز في جامعة كاوست في الرياض ما عندنا الا ممكن ثلاثة ملعب وملعبين تسعة حفر او نصف ملعب في المنطقة الشرقية ما عندنا الا ملعب واحد فالمفروض كل مناطق المملكة تكون فيها ملعب غولف وهذا الخطأ اللي موجودة عندنا انه كل المناطق الثلاث داعش لازم يكون فيها تقضية لرياضة الغولف عقد هذا المؤتمر على هامش الافتتاح بسمي لنادي الغولف والذي تم اختياره لاعتباره من احدث الملعب العالمية واول ملعب غولف بالمملكة يستضيف احد البطولات المصنفة على مستوى العالم ملعب الغولف الرويل جرينز هو يعتبر من مواصفات عالمية واحد افضل الملعب على مستوى العالم اليوم فيه 18 حفرة وقيم على 800 الف متر باستثمار 883 مليون ريال طول اللعب فيه حوالي 6 كيلو يعني طول متميز ولذلك اتفقنا واعلننا انه اليوم مع الاتحاد السعودي للغولف ومع البطولة الاوروبية على استضافة اول بطولة عالمية في مدينة ميك عبدالله اقتصادية في رويل جرينز ان شاء الله في يناير من 2016 شهد النادي حضورة ومشاركة اول لعبة عربية في البطولات الاوروبية للمحترفين النجمة المغربية مهل حداوي كما سيشهد في الايام المقبلة تدريب الفريق السعودي للغولف للتحضير لمشاركة في البطولات العالمية هذا عام السابع في الليديز اوروبيان تو وانا اول محترفة عربية في هذه الدورة وفرحانا بزاف اللي جيت هنا يا السعودية باش نلعب لغولف مرة الاولى ديالي هنا والمساليك جميلة جدا تطور بزاف طبعا احنا الآن حصلنا على بطولة العرب 2016 في سلطنة عمان الآن في تقدم يعني ملموس وان شاء الله قريب بيكون فيه منتخب اكثر تطور وفي اول ظهور رياضي له بعد اعلان الاعتزال شارك قناص الكرة السعودية الكابتن ياسر القحطاني ايضا في تدشين ملعب نادي الغولف بمشاركته اللعبة مع احد المدربين المتخصصين واستمتع برمي الكرات الصغيرة هذه المرة ولكن بعيدا عن شباك المرمى انا سعيد جدا بتواجد اليوم وكل شرف في مشاركة في افتتاح نادي الغولف في مدينة ملك عبدالله الاقتصادية الرويال الجورينز وسعيد جدا بيكوني اول واحد يضرب الضربة في هذا الملعب وتمنى ان شاء الله لهم التوفيق ايف كانت الضربة؟ صعبة والله صراحة لكن الاخيرة كانت مرة حلوة سيشهد هذا العشب الاخضر انطلق اول بطولة لرياضة الغولف السعودية والتي سينبثق منها لعبون سعوديون يشاركون في البطولات القادمة باذن الله لاخبار الان عماد فؤاد جدا